هذه المشاهد التي تعرض على حضراتكم هي لميدان العودة وسط مدينة رفح الفلسطينية وخال من الأهالي جراء القصف الإسرائيلي وإجبار الأهالي على النزوح إذن هناك مناطق بدأت في أن تكون خالية من السكان الفلسطينيين في قطاع غزة نتيجة لاستمرار القصف الإسرائيلي لهذه المناطق ولسيما وسط مدينة رفح الفلسطينية التي تتعرض خلال هذه الفترة وخلال السبيع والأيام الماضية إلى قصف إسرائيلي عنيف في المناطق الشرقية والآن في المناطق الوسطى من مدينة رفح التي تؤوي مئات الألاف من النازحين الفلسطينيين الذين هربوا من المناطق الشمالية ومناطق الوسط إلى الجنوب نتيجة لاستهداف إسرائيل لكل هذه المناطق تعود مرة أخرى إسرائيل إلى تكثيف هذه الغارات والاستهدافات المتكررة على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة والتي نزح منها أكثر من ثمانمائة ألاف شخص باتجاه منطقة المواصب خان يونس كذلك أيضا مناطق الوسطى من القطاع بعد مطالبات إسرائيلية بترك هذه المدينة لتنفيذ عملية عسكرية بها لاستعادة الرهائن كما تقول ترجمة نانسي قنقر